السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم انوا بقال فخير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة افكار وحيل ومنظمات عصرية ومفيدة جدا لكل واحدة فينا في بيتها وفي مباخها كمان بالاخص هنشوف كده مع بعض احداث فيديو النهاردة ماشية ازاي وكمان هنعرض فيه مجموعة من المنتجات الحديثة اللي موجودة في معظم المنازل الصينية اللي هنشوفها كمان وبحكم كمان طبعا التكنولوجيا كلها بتيجي من هناك وكمان الاختراعات الحديثة اللي بتبهرنا كلنا بس طبعا كا طلبة منكم الاول ما تنسوش دعمكم اليوم القناة هنا باللايك والاشتراك معانا لو لسه ما اشتركتوش في القناة واتمنى كمان تفعل زر الجرس عشان تتابعوا معانا الفيديوهات اليومية كل يوم تعالوا مع بعض كده كمان نشوف هنا المنتجات دي بتبدأ بايه حتى كمان برضو كده يعني الموبايل عبرول وجريب تقدري كمان تحطيه معاك في الحمام كل الحاجات الغريبة دي هتشوفوها كمان معانا كده في مواقع كتيرة جدا زي امازون وجوميا وعليبابا وعلي اكسبريس وغيرها كمان من المواقع الحديثة اللي بتوفر لكل المنتجات التكنولوجية دي تعالوا نبص هنا كمان برضو كده لو انت حابة طبعا تعملي ماسك على اديكي أثناء ما انت طبعا بتشتغلي في شغل البيت هتشوفي كل ده من خلال المنتجات الحديثة اللي احنا بنعرضها حتى كمان جهاز كده اللي بيطلع معاكي في بوب الدرع زي ما احنا شايفين هنا كمان برضو كده منظمات البيت المنظمات كمان بكل الاشكال والصور بتاعتها حتى القلاية اللي احنا شايفينها دي طبعا بتعمل معاكي اشكال حلوة جدا كمان برضو كده طبعا العلاب بتاعي بقى حفظ الطعام او المقارونات السوساط التوابل كلها طبعا بالشكل المدرن بتاعها اللي احنا بنشوفها وكمان برضو طبعا كل المنتجات دي فعلا بتخلي شكل المطبخ عندك حلو جدا شوفينا برضو كمان كده تنظيم الحمام بالحود يعني انتوا بقى كمان كده الاحواض الغريبة او المرايات طبعا هنا كمان اللي بتشتغل ادواء بتاعتها او الليد بتاعها كهربائي زي ما شوفنا بمجرد البصمة بتشتغل معاكي كل دي افكار هصرية وحلوة جدا نبص هنا كمان برضو كده على الكوفر اللي بيحافظ معاكي على المراتب او السرير او الكنب كمان بالديكور اللي شكله حلو ده نجوفينا مع بعدي كمان كده مجموعة من المنتجات العصرية اللي متوفرة في منزل احدى الصيدات وبتحاول طبعا تورينا كل المنتجات اللي موجودة عندها حتى لابسط الاشياء لأكبر الاشياء وزي ما قلتلكم قبل كده المنتجات دي كتير جدا منكم ممكن يفكر ان هي غالية لكن صدقوني حتى كمان كده الوقتي المكان اللي بتسلوه في البيض او المطبقية او الحالة اللي كنت بتسلوه فيها البيض انسيها بقى بعد دلوقتي فيه جهاز كده زي ما شفناه مع بعض من شوية بتحط فيه قطع معين البيض وبيسلوه معاك كمان يعني في ثواني معدودة يعني حتى الحاجات دي ممكن غيرنا يشوف ان هي طافة او بسيطة او ملهاش لازمة لكن فيه ستات تانية بتحب برضو الحاجات بقى اللي يعني اللي ملهاش لازمة دي بمعنى اصح وطبعا على عكس من كده بنشوف برضو منتجات عصرية ومهمة جدا تقدر ان انت تستفادي بيها في البيت عندك وتستغليها استغلال صح حتى هنا كمان كده الحزام طبعا اللي بيكون ناسف للدهونة عن رغم طبعا ان هم مش محتاجين افدا الاجهزة دي بحق من الجسمهم ما شاء الله بيكون مثالي جدا لكن طبعا بتعرضوا معنا عشان برضو لو حد من المجتمعات تانية او ثقافات تانية حابب يستفاد منه هتقدر طبعا تلاو كل المنتجات دي زي ما قلتلكم متوفرة في الموقع اللي قلتلكم عليها تعالوا نبصت هنا كمان كده برضو على الغسالة الصغيرة دي قد ايه حجمها صغير بس عمتها لو انتي حابة تخسليك قطعة بقى صغيرة وتخسليها وتجاففيها بسرعة زي ما شوفنا يعني هنا كمان برضو بسكت القمامة ده بشكله الجديد والحديث شوية كل المنتجات دي زي ما قلتلكم ما يا إلا أفكار حديثة بتطلع علينا لكن معظمها فعلا بيكون مفيد جدا شوف هناك كمان برضو كده الكبة أو المفرمة دي قد ايه بتفرم معاكي حتى اللحوم والخضار والفراخ يعني كل التوابل والحاجات اللي انتي نفسك تتحنيها تتحنيها في لمح البصر شكرا 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 تشوف هنا مع بعض كده برضو السيدة دي في مبخب كل المنتجات العصرية والحديثة المتوفرة عندها وطبعا كل واحد هناك بيتباه بقى بامكانياته وكمان ظروفه المادية الكويسة ان كل السيدات دي بتقدر تشتري وتوفر في منزلها كل المنتجات الحديثة وحب اقولكوا طبعا يعني مين فينا يكون توفر مع المبالغ المادية الضخمة اللي تخليك تقدري توفر لنفسك كل المنتجات دي في بيتك وقولك ما توفرهاش اكيد طبعا كل واحد فينا بيحاول يكتهد وبيسعى في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي عشان يوفر لنفسه صبر الراحة وتوفير الوقت والجهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشوف هنا مع بعض كده السيدة دي بالمنتجات العصرية اللي قدرت تشتريها ومشاء الله لو بلاحظنا كده السيدات في البلاد الاجنبية بتشتري كل المنتجات دي بكميات كبيرة في الشروة الواحدة كده زي ما بيقولوا يعني الواحدة فينا كده اخيرها لو نزلت السوق تشتري قطعة واحدة ولا اثنين من المنتجات دي لكن هما ما شاء الله بره بتشتري كميات كبيرة جدا وممكن طبعا تكون بمبالغ اكيد ضخمة برضو لكن ظروفهم المادية اكيد ممكن تسمح لهم بكده اكيد مش مالة ان احنا منعرض الفيديوهات دي بقولكم نزلوا كلكوا الصبح بشتري المنتجات دي انا اكيد واحدة زي زيكم برضو بتفرج على الفيديوهات دي وبكون مستمتع بيها واكيد برضو بحاول بقدر الامكان اوفر لنفسي منتج كل فين وفيني لكن طبعا مش بصورة يومية بنزل وبشتري المنتجات دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنتجات دي طبعا اكيد كل واحدة فينا بتوفرها في بيتها بحسب احتياجاتها وطلباتها وكمان المنتجات دي بتفيد اكتر بقى العرائس المقبلة على الزواج الفترة الجاية ونفسهم طبعا يشوفوا بقى كل المنتجات الحديثة وبيقدروا ان هم يجمعوا نفسهم كده ويشوفوا ايه المنتجات اللي هم محتاجينها بصورة اكبر او كمان اللي هتفيدهم في مطبخهم بصورة مستمرة صدقوني مش شرط ان كل المنتجات دي تكون مفيدة وعملية ازاي ما قلتلكم وممكن تكون معظمها كماليات او رفاية عملهاش لازمة لكن في نفس الوقت بنحاول طبعا ان احنا نسال نفسنا ونشوف يا ترى الناس دي بتستفاب بايه في المطبخ عندها او في البيت من وجهة نظرهم شايفين هي حاجات عملية اشتركوا في القناة حاجات طبعا زي منظمات الممساحة بتاعة الارض الشرشوبة كمان برضو الممساحة بتاعة الحطان المكنسة البسيطة اللي شفناها معظم كمان برضو الاعلاءات او التفاصيل البسيطة دي صدقوني فعلا بنرجع نحتاج لها وبنستفاد منها لكن في حاجات برضو مثلا كده زي جهاز سلق البيض اللي كان معنا من شوية مكانة الفشار حاجات كده الصراحة بشوف ان هي ممكن تكون كماليات انما مش اساسية في البيت تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده الاحتياجات بقى اللي طبعا كلنا بنحتاجها اثناء فترة الدراسة سواء طبعا تنظيم للمكان عندك وكمان المنظمات اللي بتساعدك ان يكون المكتب بتاعك شكله منظم اكتر حتى لستان بتاع المذاكرة شنطة خاصة او جرار كده خاصة بالشنطة بتاعتك كل دي فعلا منظمات ما نقدرش نستغن عنها هسيبكو بقى دلوقتي مع بعض كده تكملوا الفيديو للاخر وطلبة منكم لو وصلتم معي هنا للفيديو ما تنسوش دعموكم ليه للقناة باللايك والاشتراك معي عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة